في أول تعليق العراقية الرسمية على مطالبة الخارجية الأمريكية من مواطنها بعدم السفر إلى العراق وإجلاء السفرات من الموظفين غير الضروريين على خلفية هجمات الفصائل المسلحة الأخيرة قال وزير الخارجية فاد حسين أن حماية المواطنين الأجانب والبعثات الدول الماسية من موجب الحكومة العراقية والقوات الأمنية المختصة ومشددا على أن القوانين العراقية والدولية تفرض على العراق هذه الحماية هذا وكد حسين ضرورة العمل مع جميع الأطراف بهدف عدم توسيع رقعة الحرب التي تشهدها المنطقة حاليا